اشتركوا في القناة 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 ولم يكن هناك مسؤول عراقي واحد التقينا به الا وتحدث هو نفسه عن فقدانه اثنين او ثلاثة او اربع عناصر من عائلته فهذه المشكلة عويسة جدا خاصة وان المعلومات التي تقدمها بعض الجمعيات حول هؤلاء المفقدين هي معلومات غير دقيقة بالمرة بعضها يتحدث عن انه سمع اخبارا عن شخص معين منذ سنة الفين واثنين منذ سنة الفين واثلاثة هذه المعلومات لا تساعد على العثور على هؤلاء هذا اولا ثم ان عددا من هؤلاء الذين من هذا الشباب التونسي او المواطنين التونسيين الشبان الذين التحقوا بالعراق منذ الفين واثلاثة عدد منهم غادر العراق وعدد منهم شارك في بالنسبة لبعض في معركة نهر البارد على سبيل المثال في لبنان وبالتالي المصادر حول هؤلاء المفقودين مصادر شحيحة جدا وقليلة جدا ولا تساعد على تسهيل العثور عليهم نتحدث الآن عن بقية المعتقلين الذين وردت اسماؤهم في هذه القائمات شبه المتطابقة كما ذكرت بين الجانب التونسي والجانب العراقي هؤلاء ينقسمون الى ثلاثة اصناف صنف اول يخص المحاكمين في قضايا الجوازات وعندما نقول قضايا الجوازات يعني نقول انه ربما تعلق الامر بمواطنين التونسيين تحصلوا على التأشيرة ودخلوا العراق ثم تجاوزوا المدة المسموح بها لإقامة وقد يتكون الامر متعلق بانهم دخلوا العراق دون تأشيرة او دون جواز سفر هؤلاء لم تثبت التحقيقات ولم يثبت القضاء العراقي ضدهم اي التهم بالارهاب فهم حوكموا وصدروا ضدهم احكام بتهمة خرق القوانين العراقية فيما يخص الجوازات هؤلاء هم هم تقريبا حوالي اثناش او ثلتاش اسم تونسي هؤلاء سيتم اطلاق صراحهم في اطار عفو خاص من الحكومة العراقية من الدولة العراقية حصلنا على الموافقة النهائية لصدور هذا العفو الخاص من طرف المسؤولين او كبار المسؤولين العراقيين ولكن بما انه الادارة العراقية او كل الوزرات كانت معطرة طيلة اسبوع بمناسبة انعقاد القمة فانه لم يتسنى الشروع في الاجراءات الادارية لهذا العفو الخاص الى حد اليوم ولكن هذه الاستعدادات ستنطلق مباشرة يوم الاحد وقد لا تأخذ الامور الى حين صدور العفو الخاص اكثر من اسبوع في اقصى الحالات اسبوع نصف في اقصى الحالات هذا هو الصنف الاول هؤلاء سيطلق صراحهم جميعا في اطار عفو خاص الصنف الثاني يتعلق بمواطنين تونسيين كانوا معتقلين لدى القوات الامريكية في العراق والقوات الامريكية في العراق سلمتهم للقوات العراقية وسلمتهم للحكومة العراقية هؤلاء هم معتقلون والبعض منهم معتقل منذ 2009 دون تهمة اي دون ان توجه له حتى مجرد تهم هؤلاء اذا لم تصدر في شأنهم احكام و حتى في بعض الحالات العراقيون عندما يتسلموهم لم يتسلموا اي توثيقة معهم تثبت حتى هوياتهم هؤلاء ايضا وافقت السلطات العراقية على اطلاق صراحهم في اطار نفس التمشي وعددهم تقريبا اربعة او خمسة اسماء اقول او لان عادة نفس الاسم يعني يعاد ذكره في القائمة بصيغة مختلفة لذلك اقول 12-13 او اربعة خمس البقية وعددهم ثلاثة تقريبا حكموا في قضايا ارهاب او بموجب قانون القانون العراقي لبسهم بسلامة الدولة العراقية واسند اليهم القضاء العراقي والتحقيقات تهمة المساهمة في عمليات ادت الى سقوط ضحايا عراقين هؤلاء لن يطلق صراحهم في اطار العفو الخاص ولكن سيسلمون الى الجانب التونسي وفق بروتوكول تنفيذي للاتفاقية المعروفة باتفاقية الرياض حول تبادل المحكمين او تسليم المحكمين لاتمام محكمياتهم ببلدانهم الاصلية مثل ما تم بالنسبة للشاب التونسي في مال الذي حكم في مال والذي وقع تنفيذ امضاء اتفاق بين تونس ومال بشأنه وهؤلاء سيسلمون الى الجانب التونسي كما ذكرت لاتمام مدة عقوباتهم المحكم عليهم بها من طرف القضاء العراقي في السجون التونسية وقد بدأ التشاور حول مضمون هذه الاتفاقية كان معي في هذا الوفد بعض الكبار الموظفين من وزارة العدل وأيضا من وزارة الخارجية ومن دوان التونسيين بالخارج ووقع اعداد مشروع لهذا البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الرياض وهذه بما أن الأمر يتعلق بالاتفاقية تاخذ أمور أكثر في التشاور والبنود وما إلى ذلك هذه الاتفاقية قد تستغرق شهر أو شهرين من أجل تنفيذها ولكن أقول أنه بالنسبة للبقية الذين وقع اطلاقه أو الموافقة على اطلاق سراحهم في عفو خاص هم مواطنون تونسيون لم توجه لهم مطلقا تهم الإرهاب أو تهم المشاركة سيفرج عنهم بناء على ما توصلنا إليه في المفاوضات مع الجانب العراقي وفق قانون عفو خاص الجانب الثاني من هذه الزيارة تعلق بالنظر في إمكانيات التعاون والتعامل الاقتصادي بين الدولتين بين تونس وبين العراق ولمسنا لدى الأشقاء العراقيين رغبة كبيرة في مد جسور التعاون والتعامل من جديد مع بلادنا يكفي أن أقول لكم وأن أوجه كلامي بصفة خاصة لرجال الأعمال أن ميزانية العراق لهذه السنة مئة مليار دولار وميزانية العراق السنة القادمة مئة وخمسين مليار دولار وقد كان هناك في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حديث حول أفاق التعاون الاقتصادي وأعرب الجانب العراقي على استعداده لمنح الشركات التونسية عقوداً للمشاركة في إعادة إعمار العراق وقع الحديث أيضاً حول إمكانية تسهيل قدوم العراقيين إلى تونس ونتحدث هنا في الجانب السياحي تعلمون أن معظم العراقيين كانوا يذهبون للسياحة في سوريا وأن سوريا لم تعد بالنظر الأحداث التي تشهدها اليوم يعني محبذة لدى السياح العراقيين والمعلوم أن السياح العراقيين ينفقون كثيراً في البلدان التي يزورونها فهناك إمكانية إذن للنظر في وهذا بطبيعة الحال يخضى على التشاور مع الحكومة ومع سلطات النقل في بلادنا لإحداث خط جوي أسبوعي في البداية مرة في الأسبوع في البداية تونس بغداد عبر عمان وسيكون هذا الخط بالنظر للأسعار التي تمارسها الخطوط الجوية التونسية يعني أقل ثمناً بكثير وأقدر وأكثر قدرة على المنافسة من الأثمان التي تقترحها الشركة الشركة الخطوط الجوية الأردنية الرسمية الملكية مما سيساعد على جلب عدد كبير من السياح العراقيين إلى تونس هذا من ناحية ثم من ناحية ثم من ناحية ثانية النظر مع السلطات المختصة مع يعني الأخوة في الحكومة أو أن تعلق الأمر في وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية في إمكانية الشروع في إجراءات لتسهيل الاستجابة لطلب التأشيرات من طرف العراقيين في انتظار ربما وهذا أمر خاضع بطبيعة الحال لما ستصفر عنه هذه النقاشات ربما لرفع للتأشيرة المفروضة على العراقيين في قدومهم إلى تونس هناك إمكانيات كبيرة جدا لتصدير كل أنواع البضاء التونسية للعراق السوق العراقي اليوم تستوعب كل ما يمكن أن يقع إنتاجه يكفي فقط أن نذكر على سبيل المثال في مجال خزانات المياه في مجال قنوات التطهير في مجال البضاء الاستهلاكية الرخيصة في مجال المولدات الكهربائية الصغيرة المنزلية كل ما يمكن إنتاجه السوق العراقية مستعدة لقبولها الوضع الأمني في العراق يتحسن باستمرار وبصورة واضحة وهناك تفخيم ونحن نمسنا من خلال إقامتنا لمدة أسبوع لأننا استبقنا الوفد الرسمي لحظنا أن الكثير مما يقال عن الأحداث الأمنية في العراق هو أمر مضخم فيه ويمكن القول أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في العراق سأقول أيضاً لرجال الأعمال التونسيين أن زملائهم من كل البلدان الأخرى موجودون في العراق الآن ويستثمرون في العراق الآن وأنه إذا لم يكتسب الرجل الأعمال الجرأة اللازمة للذهاب حيث يمكن له أن يحقق أرباح وأن ينظر في إمكانية توسيع الإنتاج في مصنعه في تونس لتصدير أكثر ما يمكن من البضاعة للسوق العراقية ولغيرها من الأسواق فإذا لم يكن هناك قليل من الجرأة في بطبيعة الحال هذا يعطل حتى عملية لن يطلب منهم في الحقيقة أن يذهبوا لبناء مصانع في العراق لا الذهاب للنظر في إمكانية تنسيق مع أطراف عراقية اقتصادية من أجل تصدير بضائع تونسية وهذا يحدث مواطن شغل داخل المؤسسات الاقتصادية التونسية فالأفاق كبيرة جدا وكل شركات العالم وكل دول العالم موجودة الآن في العراق وبصفة خاصة في أقليم كردستان أقليم كردستان أقليم مستقر جدا وأقليم يشهد نهضة عمرانية كبيرة جدا القطاع السياحي في العراق هو قطاع في حالة صعود يمكن القول أنه الآن جانب كبير من المشاريع السياحية إعادة تهيئة النزل والبنية التحتية السياحية يعني الأتراك حققوا فيها سبقا كبيرا جدا ولكن هناك مجالات كبيرة جدا لرجال أعمال تونسيين وخاصة البضاعة التونسية من أجل أن تصل إلى الأسواق العراقية الإمكانيات واعدة جدا وسينظم ستنظم زيارة قريبا جدا لوزراء مختصين في الجنب الاقتصادي من العراق لنظرف الاحتياجات العراقية من البضاعة ومن البضاعة التونسية وهناك أيضا فكرة لتنظيم لقاء بين رجال أعمال العراقيين ورجال أعمال التونسيين في تونس رجال أعمال العراقيين وسأذكر بذلك فقط هم يعني يحققون استثمارات ضخمة في الأردن استثمارات ضخمة جدا في الأردن نحن نعتقد أنه بإمكاننا نظرا لأن العلاقات يعني تسير في طور في إطار التحسن كبير جدا في الفترة القادمة بإمكاننا أن نأمل في أن نجانب من هؤلاء المستثمرين رجال الأعمال بإمكانهم لو سهلنا الأمور الإدارية في خصوص الاستثمار وخفضنا من حجم الإجراءات والروتين الإداري أن نحصل على استثمارات لرجال أعمال العراقيين في تونس هذه أهم المحاور التي وقع التركيز عليها في هذه الزيارة ولم أتحد عن زيارة الوفد الرسمي فقط تحدثت عن زيارة الوفد الذي سبق الوفد الرسمي بأيام لبغداد شكرا لكم هل هناك من أسئلة حبيت نسأل في البداية عليش تأشير على السعودية تتنحى في ضرف النهار وتأشير على العراق اللي عندها الإمكانيات هذه الكل معناها للشراكة الاقتصادية الحقيقية والفعلة لتونس معناها تزيد تاخذ وقت أكثر النقطة الثانية معناها هل أنه الرئاسة الجمهورية اتصلت معناها بالوفد السعودي في القمة العربية وبالوفد القطري في القمة العربية من أجل استعادة معناها والتسلم بن علي وصخر الماطري والأموال اللي عندهم غادي وهل أنه بذلت مجهودات في الاتجاه هذا ولا لا والنقطة الثالثة هي موقع الملف السوري في القمة العربية ليس صحيح أن التأشيرة على السعودية رفعت في يوم هذا غير صحيح هذا غير صحيح والأمر يبدأ بفكرة الأمر يبدأ باتصال الأمر يبدأ بدراست ما يمكن أن نجنيه من إجراء كهذا قبل كل شيء نحن مهمتنا أو يعني المشكل ليس أنه نريد أن نفرض تأشيرة أو نريد أن نرفع تأشيرة ماذا سنربحه ماذا سنجنيه من رفع تأشيرة وبالتالي الأمر أمر يطلب وقت أحيانا لاتخاذ هذا القرار لكن يمكن القول أنه نحن نرى في رئيسة الجمهورية وكان معنا مع السيد الكاتب الدول للشؤون الخارجية للشؤون العربية سيد عبدالله التريكي ولعاين الأمر بنفسه وس يعني ينظر في الحكومة في هذه المسألة هذه نقطة أولى بالنسبة النقطة الثانية اجتماع قمة عربية الجلسة التي تمت البارحة تمت وحاول بطاعة حال القمة العربية استغرقت ثلاثة أربعة ساعات يعني هل تتصور أنه في اجتماع قمة عربية ستنطلق مفاوضات بين الرئيس التونسي والوفد القطري والوفد السعودي للحصول على بن علي أو الحصول على سخر الماطري بالإضافة إلى أن الوفد القطري والوفد السعودي في القمة العربية كان أقل الوفود تمثيلا وبالتالي الأمور لا تحصل بهذه الطريقة أجبتك أعتقد وثم حاجة أخرى سيدة أجبتك آه بطبيعة الحال سوريا كانت الغائب الحاضر في هذه الدورة ولكن يمكن القول أنه مؤتمر هذا وأكد وزاد في التأكيد على أهمية إيجاد حل سلم الأزم في سوريا رفض التدخل العسكري الأجنبي رفض تسليح المعارضة لأن الأمر لا يتعلق بتسليح معارضة فقط الأمر يتعلق بإدخال أو بالمساهمة في دخول سوريا في فترة من الحرب الأهلية ولا أحد يعرف مآل هذه الحرب الأهلية وبالتالي هذا المؤتمر ركز أو أكد على كل النقاط التي أكدت عليها اجتماعات وزارة داخلية الخارجية العرب في إطار الجامعة في إطار اجتماعات المندوبين أيضاً وفي إطار المواقف التي صدرت في عن يعني مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في معظمها هي التأكيد على الحل السلمي والحل السياسي للأزمة السورية مشاركة في القمة هذية مع يظهر لطموحات متاحهم كانت 22 بتبيعة رؤسية وإلى آخره تحصل وكان على عشرة وذلك مستويض لغير منتظر بالرغم من مشاركة أمير دولة الكويت اللي يزول عراق أول مرة منذ حرب الخليج هذا بالنسبة للحضور الأمني جانب الأمني جوابت عليه أنت قلت فما أمن في خطاب رئيس موسيقى نجاوبك سعى اللقطة اللون في ظروف العراق وظروف البلدان العربية إجمالاً في هذه الفترة التغييرات التي حصلت في البلدان العربية تنعكس حتماً على العمل العربي المشترك فعشرة من ضمن 22 يعتبر معدل جيد معدل مرتفع ثم أنه صحيح أن أهمية التمثيل تدخل في التقييم ولكن أيضاً عدد الدول التي حضرت يعني ما عدا سوري التي لم توجه إليها الدعوة فأنه كل الدول العربية كانت حاضرة في هذه القمة ونادراً ما كانت كل الدول العربية تحضر قمة عربية يعني نحن نرى أنه هذا الحضور صحيح وأقل من طموحات الأشقاء في العراق ربما كانوا يطمحون إلى حضور 22 أو 21 زعيم دولة أو رئيس أو ملك أو أمير وهذا يعني تقليدياً وتاريخياً أمر شبه مستحيل يعني لكن نحن نشوف وقال له أن القمة هذه شكلة منعرج على مستوى علاقة الاتحاد علاقة العراق بالجامعة العربية وبالدول العربية الأخرى لأنه وفعلاً هذا هو التحدي الذي أراد العراقي ونرفعه هو إتقان تنظيم هذا المؤتمر من أجل تسجيل عودة العراق إلى العمل العربي المشترك القمة تمت فعلاً بصفر أخطأ سؤال آخر كنت تريد أن تطرح بما أنك حبيت جاوب على السؤال هذا كون ما تغيب أمير قطر من ناحية وتمثيل السعودية بسفيرها لدى الجامعة العربية وكذلك دول الخليجية الأخرى البحرين الإمارات سلطنة عمين هذا محير لا تريد أن تتعلق خطر متفائل ما تتعلق على ذلك دول الخليجية أغلبهم لم يكنوا ممثلين أو ممثلين بالسفير لدى الجامعة العربية المغرب ومثل وزير خارجيتها لا نحكي على دول الخليج أمير قطر أكيد لم يكنوا حاضر القطر ممثل كل دولة تختار مستوى التمثيل لا نستطيع أن نجيب لماذا لم يحضر القطريون على مستوى الأمير نجيب عندما نلاحظ هذه الأمور نلاحظها مثلكم تماما هذه الأمور تخص بطبيعة الحال ولم يعلن عن قدوم مشاركة أحد من الزعماء ثم لم يشارك حتى الجزائر على سبيل المثال رئيس البرلمان الجزائري هو الذي ترأس في دبيل هذه جاء في خطاب سيد رئيس الجمهورية دور موسو مزوقي في بغداد حامل معاني جديدة تهم بالخصوص مستقبل الأمة العربية وبناء اتحادها نجم وقاله فما تصور مبتكر يقطع مع السيناريوات السيناريوات الوحدة التي ممكن ملتها شوية الشعوب العربية لكن نستغرب أن البيان الصادر عن القمة يستلهم منها المعاني كأن البيان حذر قبل القمة هو مشروع البيان يحذر قبل القمة هذا تقليديا في كل المنظمة الدولية كيف تم الأمور عن طريق الخبراء أو المندوبين أهم الاجتماعات هي الاجتماعات التي يعقدها المندوبون ثم يأتي الاجتماع وزراء الخارجية مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وهذا المجلس يعني يتبنى مشروع القرارات ويعد مشروع البيان مشروع البيان يرفع للقمة لأنه في البيان أو في مشروع البيان بالإضافة للمشروع البيان هناك قرارات وهذه القرارات بحسب تنظيم جمع الدول العربية لا يمكن أن يبت فيها إلا القادة على مستوى القمة إلا في اجتماع قمة وهذه مشكلة من مشاكل التي تحاول جمع العربية عن طريق المهمة التي يقودها سيد الأخضر الإبراهيمي أن تحل عن طريق تطوير الهياكل إعطاء وهذا ننظر فيه بالنسبة لاتحاد المغرب العربي إعطاء صلاحيات أكبر لوزراء الخارجية حتى إذا ما تعطل ما تحدث به رئيس الجمهورية دكتور مرزوقي هي أفكار جزء منها جزء منها تنظر فيه الآن عندما تحدث عن إعادة الهيكلة تنظر فيه هذه اللجنة التي يقودها الأخضر الإبراهيمي بقية ذلك هي أفكار من أجل تطوير المنظومة العربية وتستطيع أن تفهم أن الصوت الذي تحدث به رئيس الجمهورية هو صوت قد يجد صدا لدى بعض القادة وقد لا يجد صدا لدى قادة آخرين نحن نعتبر أن جمع الدول العربية هي نفسها في حال تمخاف وأنه عندما تنظر إلى اجتماع القمة ترى مجموعة من القادة القدامى ومجموعة من القادة الجدد وسيتطلب بالكثير من الوقت أن تصبح الجامعة معبرة فعلا عن انتظارات الشعوب منها يجب أن تمنح الإمكانيات أيضا وفي البداية من أجل أن تعبر عن طموحات شعوب لا يزال لا يزال هناك مستبدون في بلدان العربية لا يزال هناك استبداد وبالتالي حتى بالنسبة للبلدان التي حصلت فيها ثورات وحصلت فيها تغييرات سياسية كبيرة هذه البلدان إلى حد الآن هي تدفع من أجل تطوير أسليب العمل العربي وتحقيق نجاعة أكبر العمل العربي ولكن هي ليست وحدها في الجامعة وبالتالي هناك يمكن القول أن الجامعة الآن تسير بطريقة فيها نوع من التجاذب بين النظام القديم والنظام الجديد في البلدان العربي بالنسبة لبعض منظرت في وضعية المعتقلين فما وضعية أخرى هي الناس التي كانت تعيش في العراق ورجعت التي لديها مسحقات وفلوسها لمزال تغذيك لم يرجعت ما تشجيع في كلامك وين كانت تستثمر الضمانات رغم للناس التي كانت الضمان لم تكن لا تستردد مستحقات أفترض أن هم من أنواع مختلفة هم من أنواع مختلفة يعني لماذا كانوا يخذ على المثال ما طبيعة الوظيفة التي كانوا يقوم بها نقول لك شيء أن العراقيين مؤخرا قاموا بتسليم كل المستحقات العمالة المصرية طيلة السنوات السابق يعني تعرف المصريين عندما غادروا العراق تركوا أشغالهم وأعمالهم ولم يسلموا مستحقات الحكومة العراقية أخيرا أقرت بصرف هذه المستحقات وبالتالي بحسب طبيعة الوظيفة التي كان يقوم بها هؤلاء يمكن النظر في أمورهم بالتنسيق بطبيعة الحال مع وزارة الخارجية الأمر شوف الأمر لا يتعلق بالتظاهر أو الاعتصام مش هذا الحل الحل أنه يكون العمل المنظم وأن تقدم ملفات وأن تكون الوثائق موجودة حتى تستطيع الحكومة التونسية يعني متبعة المسألة متبعة المسألة وأنا أقول لك وأقول لكل التونسي أن الحكومة العراقية منفتحة على كل الأفكار وهذا لمسناه حقيقة منفتحة على ومستعدة للتعامل إيجابيا مع كل القضايا العالقة بين الجانب التونسي والجانب العراقي بما فيه هذه القضية على مستوى الوزراء الخارجية العربية تم الإعداد لبيان الختام للقمة لاحظنا غياب وزير الخارجية التونسي على هذا الاجتماع نحب نعرف ما السبب هناك قلة تنسيق ربما سؤال الثاني جاوبت أنت كيف لا ربما قلت ربما السؤال الثاني يتعلق باللقاءات الذي أدارها الرئيس الجمهورية المؤقت مع عدد من المسؤولين المغاربة هل هذا يعني تنسيق على مستوى مغاربي للموقف المغاربي في القمة أم هناك يعني مواضيع أخرى تلحت وسؤال ثالث يتعلق بالاقتصاد تحدثت عن رجال الأعمال العراقيين والقدرة على الاستثمار هل تم العمل أو على القل التنسيق أو التحضير لجلب استثمارات عراقية في العراق في تونس للحد من مسألة البطالة ونحن نعرف أن الاستثمار هو أكثر حاجة معنيها ممكن توفر مواطن شغل وقل لي وزير الخارجية لا يستطيع الحضور هناك من يمثله وكان يمثله كاتب الدولة للشؤون الخارجية السيد عبدالله تريكي وبالتالي الوظيفة ما هي الشخصية وأنه يستنتج من ذلك غياب تنسيق أو عدم تنسيق فلا أعتقد أنه هذا الاستنتاج السليم هذه حقوة الحاجة بالإضافة إلى أن سيد وزير الشؤون الخارجية شارك في كل المراحل التي أدت إلى هذه القمة بين عقاد هذه القمة السؤال الثاني يقص اللقاء مع المغاربة رئيس الجمهوري التقى بسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سيد سعدين العثماني والتنسيق حول المواقف المغاربية في القمة تم من قبل تم من قبل وبالتالي هذا الاجتماع لم يكن لتنسيق المواقف في القمة مطلقاً لأن المواقف يعني حصل لما في الصدور قبل القمة بيوم وهناك تجانس وتناغم كامل في المواقف في البلدان المغاربية حول هذا الموضوع وحول كل مواضيع تقريباً لأنه أرثية ألية تشاور منذ الاجتماع الأخير لوزراء خارجي اتحاد دول مغرب العرب في الرباط كان الحديث حول القمة المغاربية كان الحديث حول القمة المغاربية التي وقع الاتفاق أثناء الجولة المغاربية وفي اللقاءات مع الشقاء في كل من الجزائر والمغرب وموريطانيا وليبيا على أن تعقد في تونس في النصف الثاني من هذه السنة نحن ننظر الآن بدأنا نشتغل على لجنة للإعداد لهذا المؤتمر سؤالك الثالث شوف العراقيون ليسوا منطين خاص هم يأتون الاستثمار مثل غيرهم من بقية المستثمرين واضح كل شيء يبدأ باتصالات ويتحسس المجالات بعد ذلك تأتي الاستثمار يعني من نجموش كيف نحن اليوم البغداد والروح وغدوة يجيوا المستثمرين ثم أمور بعض الغباد هذا هو علش أنه بالنسبة في البداية شكت أنا قلت سيأتي وزراء عراقيون وزراء التعمير وزراء التجهيز وما إلى ذلك الانتصالات وما إلى ذلك سيعود وزراء تونسيون مصحوبين برجال أعمال إلى العراق ستنظم لقاءات بين رجال الأعمال التونسيين ورجال الأعمال العراقيين وعندما يعرف كل الإمكانيات المتاحة في إطار هذا التعاون فإن التعاون سيتم نحكينا على الاستثمار وشوف قلت أنا أن السوق العراقي مستعدة لاستيعاب كل شيء يعني تحدثت أنا عن تصدير أي عن مواطن شغل تحدث في تونس عن مواطن شغل تحدث في تونس وعن إمكانية استثمارات عراقية تتم في تونس الكثير والكثير جدا من المؤسسات الاقتصادية التي تحقق جنب كم من الأرباح جنب كبير من الأرباح في الاقتصاد الأردني في الأردن يحققها رجال أعمال عراقيون ونحن نمسنا لدى كل أطراف العراقية التي قابلناها محبة خاصة لتونس واستعداد مطلق للقدوم إلى تونس وتوجيه جانب من الاستثمار العراقي الخارجي إلى تونس أعتقد أنه ينبغي متابعة ذلك ويعني كل الأجهزة في الدولة المهتمة بهذه المجالات هي مدعوة لمتابعة ذلك ولا أعتقد أنها ستبخل بمتابعة ذلك يعني الهدف دائما هو يعني أنه حتى الزيارات لهذه القمم ولهذه المؤتمرات نحن نسعى في رئيس الجمهورية أن تكون ضمن الوفود التي تذهب لهذه المؤتمرات كفاءات اقتصادية من أجل النظر في العلاقات الثنائية نعطي قيمة كبيرة حتى أثناء حضورنا لقمة معينة نعطي قيمة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية لأن نعتقد أن الديبلوماسية التونسية اليوم هي في خدمة الاقتصاد التونسي في خدمة أحداث مواطن الشغل ولا شيء يمكن أن يساعد على ذلك إلا تحسين وتمتين العلاقات الثنائية بيننا وبين كل البلدان الراغبة مثلنا في تحسين علاقاتها معنا سؤالي هل أنه تم تسليم سيد وزير شؤون خارجية بحضوره الآن في استقبلكم لهذه القوائم لا لكي يتم نشرها بالنسبة للمواطنين والنسبة للوسائل الإعلام هذا السؤال الأول السؤال الثاني ماذا هي تحضيرات تونس لمشاركتها في مؤتمر تركيا حول يعني الوضع السوري نحن لا نحب خطأ غير إرادي يسببنا مشاكل يعني ننطق باسم كتب بطريقة خاطئة فيسبب لنا ذلك مشكلة مع عائلة وعائلتين القائمة موجودة وتركت لدى الإخوة من الوزارات الأخرى بقوا في البغداد ويفترضوا أن يذهبوا اليوم مع الكاتبة العامة لجمعية أهالي المعتقلين والمفقودين في العراق التي ذهبت في الطائرة الرئاسية أيضا يفترضوا قد قمنا بالتنسيق مع وزارة العدل والخارجية العراقية من أجل تسهيل زيارة للمساجين التونسيين باختلاف التهم التي حكموا من أجلها تنظم هذه الزيارة بداية من مساء اليوم طائرة تنطلق من بغداد إلى السليمانية لزيارة سجن السليمانية وسجن سوسا سجن سوسا هذا في السليمانية هو سجن فيدرالي يعني فيه معتقلين من مختلف الجهات العراق وسجن السليمانية اللي هو متع مقاطعة كردستان لزيارة هؤلاء المساجين القائمة كما قلت لك موجودة وشبه معروفة لكن احنا رسميا ما نجمو نصرح بها إلا ما يجينا وثيقة العفو الخاص وأيضا تركنا يعني موظف سامي من وزارة العدل تركنا موظف سامي من وزارة الخارجية تركنا موظف سامي من ديوان تونسين بالخارج يعني كتاب الدولة للهجرة لمتابعة هذه المسألة بالذات التدقيق في الأسماء ومتابعة هذه المسألة بالذات لكن أنا أقول للعائلات اللي عندها ابنها معتقل بسبب قضية الجوازات أنه مهما كان اسمه سيطلق صراحه في إطار العفو الخاص لكن يزم التثبت في التهم مش اللي عنده واحد من عائلته عنده علم أنه ربما يكون في العراق يعني ينتظر قدومه لا مش هذا لو بنحبش تكون أمور تحب تكون أمور واضحة القائمة هذه متاع قضية القضايا الجوازات لا تتجاوز 13-14 شخصا العائلات تعرف هناك جمعيات تشتغل وهناك جمعية يعني الكاتبة العامة قلت كما كانت معنا في بغداد وتركناها في بغداد للذهاب لزيارة المعتقلين هذه السيدة جمعياتها تملك هذه القائمات وزارة العدل التونسية تملك هذه القائمة وزارة الخارجية تملك هذه القائمة والعائلات تعرف لأن العائلات تعرف أنت أبناء هذوم التونسيين يكلمون أهليهم بالهاتف مرتين في الأسبوع والقائم بالأعمال سيد عبد الروف بن حورية قائم بالأعمال التونسي في بغداد يسهل لهؤلاء الشبان التونسيين الاتصال بعائلاتهم مرتين شهرين وبالتالي العائلات هذه عندها اتصال عندها اتصال بالمستجنة نحن مازلنا كيجينا السيد وزير الخارجية موجود ألحقوا به قبل ما يروح السلام عليكم